حلو ده المحطة الناشئين في النادي الاهلي افتكر انها كانت نقطة بقى التحول ودخولك بقى النادي والفارس تيم ده كانت نقطة تحول للانطلاق بره والاحتراف في لارس البلجيكي تحديد صحيح؟ طبعا طبعا أنا لما طلعت ساعتها كان بلعب بماتشاط ودية فكان ساعتها بقى كنت بلعب مع بيت بيكابتن الجمعة اللعيبة دي وكابتن حسين مغايلي فأنا كنت بلعب بماتشاط فكان احنا خلاص السن 21 ده كان لازم يتأيد خمس لعيبة بس بعد كده الباقي حيطار اللي هو ميبقاش موجود مع الفرق فأنا كنت موجود لحد آخر لحظة مع الفرق بس كان الاهلي محتاج مراكز معينة كان مركز بتاعي طبعا كله زحمة كان كابتن شيفها الفضيل وكابتن نجيب وأحمد السيد وكابتن الجمع فكان مساعد كان لسه طالة فالدنيا كانت زحمة جدا فالنسبالي كانت الدنيا هتبقى صعبة لأنا كن موجود فلقيت كان كابتن حسام ساعتها كابتن حسام غالي مسافر بلجيكا كان احليس فمرة واحدة لقيت كابتن نادر شوقي بيكلمني في تليفون فبيقول لي سمع وشفت ان انت لعب كويس جدا ولازم تبقى موجود معانا وحسام غالي بيكى معي كويس جدا ولازم تبقى موجود وكده فرحت بلجيكا فلعيت بقى الحمد لله الدنيا كويسة ولعبت ماتشاط والدنيا كانت كويسة جدا ساعتها يعني وبدأت اخذ الخبرات وبدأت اخذ السوكة لأنا عفو أوروبا بعد كده جات بقى الفرصة ان انا ارجع على الاهلي تاني لقيت كابتن علاء عبدالصادق بيكلمني ساعتها كان انت عدت كم سنة فليس عدت حوالي سنة سنة وشوية كان انا وكابتن حسام غالي ورحنا مع بعض ورجعنا مع بعض بالزبط كده كان باتها دي اشتركوا في القناة